هذه الصور من داخل معمل ومستودع سانتر تعنايل للألبان والأجبان لم يكن هناك حاجة لأخذ عينات وفحصها بالعين المجردة ضبطت مواد منتهية الصلاحية فاسدة وعفنة فريق من طبابة قضاء زحلة وصل مساء السبت للكشف على سانتر تعنايل وتبين له أن المعمل يضم خمسة بردات واحد منها جرى إفراغ محتوياته بالكامل وثلاثة حوت على مواد منتهية الصلاحية البراد الأخير فيه مواد مصنعة حديثا لكنها تحتوي على حشرات وبرغش أما في المستودع فقد عثر على كميات من الخمير منتهية الصلاحية ومادة حافظة منزوع الاسم عنها ومنتهية الصلاحية أيضا ونكهات صناعية وزبدة لا تاريخ صلاحية لها وكميات من الكشك بدون تاريخ صلاحية يرجح أنها مصنعة من الألبان المنتهية الصلاحية وفي التفاصيل رفض في البداية حارس المعمل إدخال فريق وزارة الصحة لكن الفريق عاد وتمكن من دخول المعمل برفقة عناصر قوى الأمن بعد اتصال وزير الصحة وائل أبو فعور بالمدعي العام في البقاع القاضي فريد كلاس وقد جار ختم البرادات ومداخل المستودع والمعمل بالشمع الأحمر ورفع فريق الوزارة التقرير إلى وزير الصحة الذي سيحيل يوم الاثنين الملف إلى القضاء وسيدعي على صاحب المعمل المفارقة أن سانطر تعنايل يكتب على منتجاته أنه مصنف آيزو 22 ألف فمن يراقب إذن تصنيف المواد الغذائية